هيا بنا نستفع شوف الصورة نيحة تغارب؟ يس بحبها يتغطني صباح الخير لكل مستمعين شوية إن شاء الله ونطلع الهواة بس يخلص الفاصل إن شاء الله ورجعنا معكم مستمعين بالساعة الثالثة لهذا اليوم من كابوتشينو تحية طيبة لكل من ننظم إننا الآن على السماء وأيضا تحياتي لكل من معنا بالمشور خلينا بداية نروح مع رعي برنامجنا الصباحي واللي هو كابيتل بانك تأسس الكابيتل بانك عام 1995 حتى يكون من أبرز المؤسسات المتخصصة بتقديم الخدمات المالية يوفر كابيتل بانك لكم حسابات شخصية متنوعة حسابات جارية أيضا بمزايا خاصة مزايا السحب والإيضاع بكامل الحرية وبدون قيود أيضا إصدار دفتر شيكات وبطاقة فيزا إلكترون والاستفادة من الخدمات الإلكترونية من كابيتل بانك بإمكانكم دائما التواصل إياهم على رقم هاتف هوم 065-120 كابيتل بانك شراكتنا تمتد اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة نشاهدوا لهذا اليوم وخلينا بداية بهذه الساعة الكاملة اللي رح تكون مع عالم الفلك والأبراد سعيد منع نقول لك صباح الخير صباح الفل صباح النور الحمد لله السلام صباح الخير الله يسلمكم جميعا صباحك سعيد يا سعيد والحياة نالك طبعا ولكل متابعينك حاليا عبر اللايب على صفحتك الخاصة صفحة عالم الفلك والأبراد سعيد منع سعيد ان شاء الله صحتك تمام من الله الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين طيب سعيد اليوم عن شنو رح نسولف حتى تسولف فينا عن توقعات الشهر أول شي احنا بدنا نحكي عن حدث بصير حاليا طبعا ما صح اللي لظروف قاهرة الأسباع الماضية انه احنا نطلع اللايب بالأبراج طبعا الكسوف احنا ما حكينا عنه ولكن في اللي بدو يعرف أكثر ممكن يرجع لتوقعات بداية السنة اللي هي 2017 فأنا ذكرت عن الفترة هاي تحديدا وين التأثيرات السلبية اللي رح طول أي دول تحديدا وشو اللي كان متوقع منه حكيت انه التوقعات انه الكسوف رح يكون فوق أمريكا وأمريكا الجنوبية السنهاية رح يكون فيها اللي هو العوامل الطبيعية الأعصير والفيضانات والشغلات اللي مثل هيك اللي رح تكون متركزة اللي هو غضب الطبيعة احنا منسميه طبعا هاي الترجم الوضع ايش هو طبعا ما انتهت الأمور وما رح تنتهي بالإش المتوقع لسه الأحداث مفتوحة لقدام كمان شوي وفي تطورات غريبة رح تصير في الفترة القادمة طبعا مش اني مبسوط كتير على الإش اللي أنا حكيته أو اللي أنا بحكيه انه زبط التوقعاتي لا هو إش مؤلم جدا وضحايا كتير رح تروح في الموضوع هاد ويعني خلال اليومين الماضية احنا شكنا شو النتائج أو شو الأشياء اللي قاعدة بتصير في مكام بالصين جنوب شرق أسيا وحكينا انه الكسوف تأثيره كان جنوب شرق أسيا امتداده بدخل الأمريكا الأمريكا الجنوبية أوروبا فلسه احنا يعني طلعنا من الصين ولكن تركيزه الآن هي أمريكا أمريكا الجنوبية لمناطق المكسيك وما دون ذلك فربنا يلطف في الجميع جميع عباده وفي جميع خلقه وما يكون في ضحايا طبعا بالنسبة لليوم احنا رح نحكي توقعات شهر 9 سبتمبر بالنسبة لوضع الكواكب احنا الشمس انتقلت هسا موجود بالعذراء فهنا منقول لكل موليد العذراء كل عمونتم بخير مر عليهم شهرين كانوا حافلات جدا بالأحداث السيئة ضغطتهم بشكل مش طبيعي عملت لهم مشاكل توتر عصبي استنزفت طاقتهم خلت بعض منهم يتخبط مش عارف يركز على إيش أو إيش بده أو شو بده يعمل الآن بلشت الأمور بشكل تدريجي تنتهي خصوصا أنه مبارح انتقل برضو الزهرة للعذراء فهذا رحي شوي غزتي تقلل الأسد فشوي بيت متاعبهم رح يتعزز مع انتقال برضو الشمس فشوي رح يتخفف عندهم اللي رح يعطيهم طاقة إيجابية اللي هو بعد خمسة تسعة أنه تراجع عطارد بتوقف اللي بتراجع عندهم برضو آذاهم كثير ولكن برضو المريخ اللي بده يجي عندهم رح يعطيهم طاقة وحيوية ونشاط ولكن في بعض الأوقات رح يعطيهم شوية تهور في القرارات والتصرفات فكمان عندنا شغله اللي هي كوكب زحل اللي إله شهرين ونصف بتراجع يعني هو نحس بطبيعة الحال موجود بالقوس ولكن إنه عملية التراجع زادت النحوس أكثر زادت المصريف زادت اللي هي عدم القدرة على السيطرة على المسئوليات فهذا الكوكب أنهى عملية التراجع برضو مبارح فبلش بمرحلة السعودة في الانتقال يعني أصبح كوكب سعيد الآن ولكن مش سعيد يعني رح يعمل المعجزات لا سعيد رح ينحسك ولكن مش رح يأذيك يعني رح يمتحنك بمعنى آخر ولكن إنه امتحناته بتيجي متفرقة وعلى مسافات أو على فترة طويلة طبعا بالنسبة للزوايا خلال الشهر هذا اللي هي زوايا الخطرة إحنا منسميها هي أخطر زوايا رح تستمر معنا اللي هي لغاية خمسة تسعة اللي هي نحكيانا انتقال المريخ عادة انتقال المريخ من برج لبرج بيأثر على جميع الأبراج أو على الكون ككامل خمس أيام ما قبل خمس أيام ما بعد بتبلش الأحداث بالعنف والوتيرة التصعيد والأذى إنها تصير في الفترة هاي فعشان هيك هاي الفترة بتكون حساسة جدا لو حكيانا من خمسة تسعة يعني من واحد تسعة لغاية عشرة تسعة هاي فترة صعبة ممكن يصير فيها أحداث كثيرة وبما إنه بدي ينتقل على برضو برج ترابي معناته الأمر إلو علاقة بالطبيعة بالأعصير بالغبار بالطوز بالشغلات اللي مثل هيك اتنين إنه رح يكون فيه عنا زاوية اللي هي زاوية التقابل بين الشمس ونبتون يوم خمسة تسعة برضو الشمس موجودة بالعذراء نبتون موجود في برج مائي فيعني نحكي ترابه ماء مع بعض والمريخ داخل برضو عشان يكمل الأمور فالزاوية هاي رح تكون حساسة ولكن زاوية الشمس مع نبتون اللي بأخذوا أدوية باستمرار بدهم ينتبهوا عشان ما يخربطوا يحاولوا يركزوا أثناء تعاطيهم لأي أدوية عشان ما يأخذ دواء بالغلط أو يأخذ إشي بجرعة زيادة أو يأخذ دواء وينسى إنه ما يأخذوا بعدين يأخذ دواء مرة ثانية اللي طبعا ربنا يهديهم اللي بتعاطوا مواد إلها بالمخدر أو بالمسكن القوي يديروا بالهم من الجرعات الكبيرة لأنه هاي الشغلات ممكن تأدي لمضاعفات حساسة جدا وتتراكم الأمور عندهم وتطلع لمرحلة ما يقدر يسيطروا عليها يوم 14-9 في زاوية تربيع بين الشمس وزحل طبعا ما رح أحكي أنا شو بس التواريخ هاي إنه كونوا حذرين أما في توقعات اليومية في كل تاريخ رح أنزل كل زاوية بتحكي عن إيش يوم 16-9 في زاوية اقتران بين عطارد والمريخ يوم 24-9 في زاوية تقابل بين المريخ ونبتن يوم 25 في زاوية تربيع بين عطارد وزحل ويوم 28-9 في زاوية تقابل بين المشتري وأورانوس أي يعني للنصب والإحتيال واللي بدوا ينضحك عليهم هاي بتكون ضربات خاطفة إلهم وبدوا يديروا بالهم في نهاية الشهر من النصابين والمحتالين وأنهم يقرضوا أموالهم لناس يتبخروا أو ينتخوا بعرس أو يعني هيك شغلات فهيك إحنا تقريبا يعني حكينا مجمل الحركة الفلكية خلال فترة اللي هو شهر 9 طبعا بالنسبة لتواجد الكواكب الشمس موجودة لغاية 22-9 بالعضراء عطارد موجود بالعضراء لغاية 31-8 بيتراجع لغاية 5-9 بدوا ينتقل للأسد يعني من يوم 31-9 31-8 لغاية 5-9 بيظل يتراجع بس بالأسد مش بالعضراء عنا الزهرة بالأسد لغاية 29 المريخ بالأسد لغاية 5-9 بعدين بنتقل للعضراء المشتري ما زال في الميزان لغاية 10-10 زحل في القوس لغاية 20-12 اورانوس في الحمل بتراجع يعني رح يضل بداية السنة القادمة نبتون في الحوت بيتراجع لغاية 22-11 وبلوتو كوكب التطرف والعنف والدمار والأذية والأخلاق عدم الأخلاق بمعنى آخر يوم 28-9 رح ينهي عملية التراجع يرجع لسير المعتدل في الجديد بالنسبة لتوقعات الأبراج لجميع الأبراج خلال فترة شهر تسعة أول إشي بالنسبة للحمل الحمل شعروا من خلال فترة الأيام الماضية أنه بدأ العمل يتراكم عندهم بدأت صحتهم تنحط على المحك شوي عندهم نوع من الاستفزاز العصبي شوي نفسيتهم مش مرتاحة طبعا هذا بسبب تواجد الشمس في البيت السادس لإلهم بيت الصحة لكن برضو في نفس اللحظة هذا بفتح مجال للي بدوروا على عمل أو بدهم ينتقلوا من عمل لعمل أنه يعطيهم دفعة للأمام أو يجدوا عمل مميز يستفيدوا من خلاله أسس زهرة بتواجدها في البيت الخامس لأيهم له بالأسد هنا هاي الفترة ممتازة ستكون عاطفيا وماليا وفي نفس اللحظة للنساء اللي بترغب بالحمل في هاي الفترة ممكن يصير عندها حمل التحذير اللي رح يصير أنه وجود المريخ بحذرك من تعاملك مع الزملاء بالعمل وبدك تتجنب رفع حاجيات ثقيلة عن الأرض لأنه الظهر وأسفل الظهر والرجلين نقطة الضعف إلك في خلال الفترة القادمة فعشان هيك الفترة هاي يعني بمعنى آخر أنه تضغطك بمجال العمل ولكن بتفرق الفرص العاطفية والارتباط ممتازة جدا للكم بخلال هذا الشهر بالنسبة لبرجة تور بجتاز موليد برجة تور في هاي الفترة فترة إيجابية عاطفيا وماليا وبرضو ممكن للنساء الدخول بالحمل في هاي الفترة لأنه الشمس بعزز النقطة هاي بوجوده بالبيت الخامس يعني هذا شهر شهر الحضوض بالنسبة لهم بدهم يستغلوها وبدهم يتحركوا عشان يحصدوا أي شيء ممكن أنه يكون في فرص يستفيدوا من خلالها أكتر شيء ممكن يتركز بخلال الفترة هاي على موليد برجة تور الأمور اللي إلها علاقة بالعقارات ممكن شراء بيت أو ترميم بيت أو انتقال لبيت جديد ممكن اللي عنده قطعة أرض أو عنده سكن ومش عارف يبيعه من الإله فترة ضغط الأمور عليه بالفترة هاي يقدر يلاقي مستثمر أو مشتري ويقدر يتصرف فيه في ممكن أنه يمر عليهم بعضهم مشاكل عائلية كانت عالقة بالفترة الماضية مع أولادهم أو مع زوجاتهم أو أزواجهم بالفترة هاي بتتعزز النقاط هاي وممكن يلاقوا حل أو تسوية لحل المشاكل اللي موجودة ما بينهم ويجدوا نوع من أنواع الحلول الوسطية ولكن بدوا ينتبه من عصبيته بالتعامل مع الأحباء لا سيما الأولاد وعدما المبالغة في تجربة حضهم المالي والعاطفي يعني المريخ ممكن شوي يخدعك في هذا الشهر ويضغط عليك في أيام أقل حض فيأثر عليكو بشكل سلبي بالنسبة لبرج الجوزاء أكثر شيء بينصب اهتمامهم بالفترة هاي على تنظيم مصالحهم البيتية والعقائرية والعائلية فعشان هيك بيكون معظم المشاكل اللي موجودة عندهم هي إلها علاقة بالبيت وبالعقارات وبالعائلة يديروا بالهم عملية تعاملهم مع أبنائهم عشان ما يخسروهم ما يفرضوا ويفرضوا وجهة النظر عليهم ما يحاولوا يؤمروهم بشدة للأولاد أو للزوجة أو للزوج يحاول أنه يأخذ الأمر بحل وسط على أساس أنه يتجنبوا المشاكل خلال هذا الشهر أما بالنسبة للزهرة بساعدهم بالسفر والاتصالات وتعزيز العلاقة مع الأخوة والجيران يعني فيه تنقلات كثيرة فيه عملية التواصل واتصالات رح تكون بأوجها بخلال الفترة هاي رح تستفيدوا منك خلالها الأخوة ممكن يجيك دعم من أحد الأخوة أو أنك أنت تدخل كحلال مشاكل ما بين الأخوة أخوتك وصلحة وأشياء مثل هيك أما الجيران فهي بدك تدير بالك من الاستفزاز من تدخلاتهم أو فضولهم ممكن هذا الشيء في أوقات أنت تمشي المشاكل بطريقة سلمية ولكن الفترة هاي أنت لأنك مضغوط من هاي النقطة فممكن أنك تنفعل لأي تصرف منهم وتسبب مشاكل كبيرة أما بالنسبة للمريخ بحذرك هون أنه بأثناء تعاملك بالأدوات الحادة أو النيران خصوصا اللي بيشتغلوا بالأعمال الصناعية بدهم ينتبهوا من الإصابات أو الجروح أو الحروق اللي ممكن تيجي يا من خلال المطبخ أو من خلال الأعمال الصناعية بدهم يتجنبوا من مواجهة أفراد العائلة يعني ممكن أي تصرف كلمة بسيطة تطلع فيه وقت غير مناسب من أحد أفراد العائلة تكون أنت على زي فوهة بركان تنفجر بطريقة أنه أنت ما تقدر تسيطر على حالك والمعروف عن الجوزاء اللي هي التقلب السريع فسهل جدا أنك أنت تكون مبسوط في لحظة وسهل جدا كلمة تقلب مزاجك بشكل كبير وتغير كل أحوالك بشكل عنيف جدا وما تقدر أنت تسيطر على حالك وبعد ما تصحى حالك تلاقي أن الأمور دخلت في بعض بالنسبة لبرج السرطان الفترة هاي أكثر الفترات اللي بنشطوا فيها بالسفر والاتصالات وفرص السفر والأمور اللي إلها علاقة بالهجرة أو السفر لبعيد أو اتصالات مع ناس خارج البلاد أو أنه يستقبلوا ضيوف المهم هاي الفترة نشطة جدا بالنسبة لها لهم بشكل غير طبيعي ومعتاد اللي بيشتغلوا في مجال التسويق والتجارة أو الأشياء اللي بيحاجل الاتصال والإقناع هاي فترة ممتازة جدا بدهم ينتبهوا أنه تراجع وطارد شوي ممكن يشتت فكرهم في أيام اللي القمر بيكون في زاوية أو في بيت مش مناسب لألهم في منهم أشخاص بيفكروا بشراء سيارة أو استبدال سيارة أو عمل صياني دورية على السيارة بمعنى أنه يغيرها أو يعمل عليها تحديثات أو تعديلات الفترة هاي رح تكون مناسبة ولكن أنا أعنصحكم بعد انتهاء تراجع عطارد اللي هو بعد خمسة تسعة الزهرة رح يعطيهم شوي لأنه انضغطوا بالفترة الماضية ماليا وسأصبح عندهم مصاريف وحتى الداعمين لإلهم شوي يأثروا عليهم أنه قللوا من مصاريفهم أو دعمهم ممكن أنه الفترة هاي تفتح لهم فرص لمكاسب مالية غير متوقعة وتحصيل بعض الأموال بشكل غير طبيعي يعني فرص مالية بنقدر نحكي ولكن ما بدي أقول أنا كثير بده يجي أموال ولكن أنه استغلوها ممكن يجي فيها كثير أموال طبعا التحذير الوحيد اللي أنا بدي أحذركم منه اللي هي عدم الاندفاع والتهور أثناء القيادة في الشوارع يعني ممكن في لحظة عدم تركيز تعمل حادث وانت مش منتبه تعامل مع الإخوة والجيران بدك تكون شوي عاطفي لبق على أساس أنه ما تعمل مشكلة وما يكون لها حل ما بينك وبينهم يعطيك العافية سعيد رح نتوقف إلى وقت الفاصل الآن إن شاء الله ورح نرجع أكيد نكمل الأبراج بالنصف ساعة الأخيرة وأكيد رح نرجع نكمل كل التوقعات لشهر تسعة إن شاء الله وراجعي شوي أنا معكم على الهواء بس أشرب مي طبعا أنا بعتذر من جميع الأصدقاء إنه في أثناء البث المباشر ممكن أنا ما أقدر أجاوب على جميع الأسئلة لأنه زي ما أنتوا شايفين إنه مربطين في الإذاعة وفقرات الإذاعة فعشان هيك يعني بكون عنا وقت محصور فما بنقدر إنه نحن نجاوب على كل شيء بشكل سريع ومباشر فعشان يعني بيأثر علي كثير إنه بمنعني في لحظات إنه أجاوب الجميع برضو يعني بدكنوا تعذروني أما بالنسبة لبعض الأشخاص اللي طبعا اتفاجأت من طريقة الكلام الفترة الماضية إنه إنتوا ليش بتحكوا هيك والدوشة هاي ليش عاملينها هيك وكأنه إحنا قاعدين بحارة أو صحاب أو شلة أو كأنه بالشارع إحنا بإذاعة مش مش بالشارع الإذاعة هاي طبعا الصوت إنتوا مش سامعين شو اللي بنبث على الهواء أنا ببت بشكل إنه بدون أغاني بدون فواصل لأنه طبعا حقوق النشر والطبع ممكن يلغوا التسجيل أو يفصلوا التسجيل وما تقدروا تسمعوا الأبراج اتنين في نقطة بدي أحكيها إنه إحنا الإذاعة إذاعة صباحية يعني برنامج صباحي من المفروض إنه أنا أكون أضحك وأمزح وأتواصل أنا وسارة عشان نعمل جولة المستمعين إنه نصحيهم مش ننيمهم فاليوم أنا مش إني أنا ما بضحك لأنه الناس طلبت مني إنه أنا ما أتمسخر وما أضحك لأ أنا لأنه صحيا مش قادر إني أنا أضحك فعشان يكي تحملوا جديتي شوي في طريقة الطرح يمكن ترضي بعض الناس ولكن الناس اللي بعرفوا طريقة إلقائي في الأبراج أو تقديمها إنه أنا مش شي طبعي ولكن إن شاء الله إنه بوصل بوصل الأمور طبعا حاول إني أرد على بعض الاستفسارات نورا مور برج الميزان إن شاء الله بس أوصل للميزان راح أحكي لك شكرا جميلة الله يسلمك يا رب طبعا الميزان أنا بحكي لفترة هاي الحضوض الضعيفة لأنه الشمس موجود في بيت المتاعب ولكن إنه إن شاء الله مع وجود بعض الدعم وانت عطارد ممكن إنه يساعدكم بإنه تتحصل شوي من أموالكم ولكن بعد تاريخ ميلادك أنا بحكي لك إنه الأمور راح تكون ممتازة إن شاء الله بس أوصل للميزان إن شاء الله راح أشرع لكم بشكل كبير الجدي برضو راح نو لسه ما وصلنا له برج الأسد برضو معاد لسه ما حكينا عنه حسوني إن شاء الله بس أوصل للجدي يعني لسه نحن وصلنا عليها راح أهتم إن شاء الله للم إن شاء الله راح أهتم ورح أحكي عن نقطة السفر إن شاء الله برج الثور حكينا عنه إحنا في بداية الحلقة يعني لو بترجع بالتسجيل بعد ما نخلص إن شاء الله بتسمع أنا ركزت عليه حاولت أشرح النقاط الأساسية الإيجابية لإلكم فوني إن شاء الله الحوت الله يعينه يا رشا لأنه الحوت أول إشي الآن الشمس موجودة مقابل لإله بالأول كانت موجودة بالبيت السادس أثرت عليكم بالصحة بشكل كبير والآن موجود يعني مقابل لإلكم وبلشت الكواكب تقريبا تجمع كلها بالمقابل وعطارد كان برضو بالمقابل الكسوف صار في بيت متاعبكم عشان هيك أثر عليكم بشكل كبير يعمل عندكم حتى بعض الخسارات العاطفية أو قسرتوا أشخاص عزيزين عليكم بالفترة هاي يعني إن شاء الله إنها بتمشي يعني فترة امتحانات وبتستفيدوا منها إن شاء الله هسا شوية لا الزبادي شوية إن شاء الله رح أحكي عنها عن الأسد بس أوصل للعدراء إن شاء الله رح نحكي عن العمل ماشي أمجد إن شاء الله هسا بس أوصل للعدراء رح نحكي عن العمل زايدون إن شاء الله الجوزاء المتاعب بتلاحق شهد لأنه أولا معظم الزوايا الفلكية اللي كانت موجودة هي معاكسة واثنين تراجع وطارد اللي كان في البيت الراعب فهي كل المعاكسات داخل البيت كل الضغط إلو علاقة بالأولاد وداخل البيت ومع الإخوة وإلو علاقة برضو مع الناس اللي محتارة أنت ما بين تطور العلاقة أو تنسحبي من العلاقة اثنين إنه بتحسي حالك كأنك تصرعتي واتطربتي إنه ليش أنا عملت هيك أو ليش سويت هيك أو ليش تصرفت هيك فطبعا الميزان الجوزاء هو أكتر واحد تأثر لأنه عطارد الكوكب الأساسي اللي ما أثر عليه الميزان طبعا بالنسبة لإله ليش الوضع تعبان عنده لأنه أول إشي الشمس موجودة في بيت المتاعب عنده ضغطته بشكل كبير خلال الفترة الماضية لمدة أطول فعشانيك الميزان هو الأقل حظا خلال شهر هذا هو والحوت طبعا مش هم الحالهم الحمل لأنه مبلش المرحلة كمان أنه يضعف عمران شكرا يا حبيب الله يخليك نورك يا غالي إن شاء الله تسلمين صديقتي رشا الله يخليك العاطفية أنا بحكي لك الأمور ممتازة بالنسبة للحمل يعني حاولوا أنكم تستغلوا الفترة هاي ولكن ما تتسرعوا طبعا إحنا تقريبا إحنا أنهينا فترة الفاصل إن شاء الله الآن مع الأبراج الثانية اللي راح نكمل عليها نكمل عليها ونكمل معها إن شاء الله بيعطيكو تفصيل أكتر مستمرين معكم بالمشوار وباقي نصف ساعة من مشوارنا في كافوتشينو عبر الرشيد أف أم ومع عالم الفلك والأبراج سعيد مننا واللي طبعا توقفنا معه قبل الفاصل في توقعات أبراج شهر تسعة راح نستمر أكيد الآن في التوقعات سعيد طبعا إحنا وصلنا لبرج الأزد الأزد دائما نوقف عن الأزد ما أقول الأزد هذا لأنه يعني شوفي حتى برجي يعني 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 دائما بوقف جبل ما أصل وبأخذ نفس هيك لأني بعرف بعرف أني راح أجيب لحالي قصة طبعا بالنسبة للأسد الفترة هاي اللي مضت كثير كان الضغط المالي هو اللي مأثر عليهم أول شيء زادت المصاريف في التزامات كثيرة تخيبت آملهم بأشخاص خصوصا عند الأمور لما دخلت الفلوس ما بينهم تخيب آملهم كثير انصدموا من الواقع اللي موجود وجدوا أنه هم عبارة عن أشخاص أعطوا أكثر ما أكثر ما أختوا أول إشي ثمين أعطوا الشخص اللي لا يستحق أنه ينعطالوا فعشان هيك خيبة الأمل اللي مر فيها الأسد في خلال فترة الامتحانات الماضية كانت هي أثار أم يعني أثار نفسية أثار عاطفية خلتوا يصرف فلوس بمكانات غير مناسبة انضغط مالياً انضغط عاطفياً وانضغط نفسياً وانضغط صحياً الأربعة دول مع بعض طبعاً أنا الحمد لله يعني روحنا بالنسبة لطبعاً الشهر هاد في فرص كثيرة أنهم يستردوا شوي مكاسب تجيهم فرص مالية أكثر بدأوا أنهم يحطوا اللي هو بلان أو خطة عمل حياتهم كيف بدهم يمشوا في الفترة القادمة طبعاً بطريقة تمرد وبطريقة فرض الرأي ومشامهم حدا بالقرار فعشان هيك وصلوا لاتخاذ القرار الصارم بالوقت يعني الحاسم بمعنى آخر طبعاً السبب أنه كان خسوف القمر موجود بالأسد بعدين صار الكسوف مقابل لإلهم في الدلو وهذا حضرنا عنه في آخر حلقة لإلنا أنه هذا الإشي رح يأثر على الأسد بشكل مباشر وعدلوه بشكل مباشر فطبعاً أنتوا الفترة الماضية الأسد حسوا بالفروق رغم أن الشمس انتقلت لعندهم ولكن حسوا الضغوطات كانت بشكل كبير كانت عليهم بالنسبة للزهرة طبعاً هنا رح تفتح مجال أمور عاطفية جديدة أو تطور علاقة عاطفية قديمة اندترت تعود تظهرها على الساحة أو اتفاق عاطفي كان شوي مش حاسم الآن بده ينحسم يا آه يا لأ وبدنا ننخلص خلص بأ يا كده يا كده فعشان الفترة هاي ما فيها أي مجال للتهاون باتخاذ القرارات خصوصاً العاطفية الفرص اللي رح تيجي لازم تستغلوها خصوصاً مالية أهم نقطة هاي عشان تنشلوا حالكم من الضغط المالي اللي كان موجود اللي بيشتغلوا بالوسط الفني أو بالمجال الفني أو الأمور الفنية هاي رح يكون في عندهم مميزات خلال الشهر هاد إنه رح تكون نتائج مبهرة لإلهم وممكن يتكرموا على جائزة أو يأخذوا تكريم على إنجازهم ما يعملوه المريخ ما زال بضغط بما إنه هو موجود بالأسد وبدو ينتقل على بيت المال بضغط باتجاه المصاريف والنفقات فعشان هيك يحاولوا إنه تجهروا المريخ أنتو وتمسكوا جابتكو شوي وتحاولوا إنكم ما تصرفوا يعني بس تطلعوا من الشهر هاد على أساس إنه لو صرفتوا ما يكون تبذير يعني ما تدخلوا لمرحلة التبذير بالنسبة لماوليد برج العذرة طبعاً هم اللي كانوا تعبانين خلال فترة الشهرين زي ما حكينا من البداية نضغطوا نفسياً وصحياً دخلوا بالحيط ما فهموا شو اللي بصير لأنه أول إشي الخصوف كان في بيت المتاعب عندهم ضغطهم بشكل كبير الآن الشمس نقلتها عطارد رجوعه للأسد رح يخفف عليهم بشكل مواضح وملموس لا 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 إن شاء الله هي بس الفترة هاي الضغطات تتخف بس الأيام هاي الأمور رح تتحسن يعني لما يوصل القمر يدخل على الجدي بتبدأ الأمور خلص إنه أعطت الشيء صحيح طبعاً أنتوا رح تستفيدوا بخلال الفترة هاي صحياً ونفسياً أكثر شيء شعبيتكو رح تكون بأوجهة تلاقوا ناس إنه هي بتدور عليكو بدا تحكي معكو أو بدا هتتواصل معكو يعني كأنه يعني فجأة هيك صاروا يشوفوكو هي معقولة يعني أنتوا فاهمين هذا فأنتوا تفاجأوا بالنسبة للزهرة طبعاً الفترة هاي لأي شخص إلو تعامل مع مؤسسات كبيرة أو شركات كبيرة بطالب بزيادة راتب أو انتقال من وظيفة إلى وظيفة أو انتقال من فرع لفرع أو تقديم طلب عمل بأمومة أسس كبيرة أو بزيادة كبيرة بطالب بتكريم هاي الفترة ممتازة جداً لإلهم أنهم يحصلوا أي شيء له علاقة بالأمور اللي إحنا ذكرناها يعني المريخ شوي لما بيجي لعينكو بعطيكو دفعة نشاط ولكن بتمنى أنه دفعة النشاط هاي ما توصلكو لأنه تفقدوا أعصابكو أثناء تصريف الأمور يعني تصريف أموركو والتزاماتكو فتوصلوا لمرحلة التهور أو ردات الفعل العنيفة اللي ممكن تأذي تأذيكو أنت وتؤذي غيركو فيها فعشان هيكي حاولوا أنه أنتو تكونوا تتركوا الموضوع شوي لحد ما تفكروا فيه بعدين ترجع تحسم الأمر بردة فعلك بالنسبة للميزان طبعا هم أكثر الناس اللي غير محظوظين مع الحمل بسبب تواجد الشمس في بيت المتاعب في العذراء فهاي الفترة أكثر شيء بتكونوا ديروا بالكو على صحيتكو ونفسيتكو معروف الميزان أنه حساس سهل جدا كلمة تجرح وتأذيه الفترة هاي هاي الأمور رح تكون بأوجها الحساسية رح تكون زيادة اعرفوا أنه هاي فترة بسئلها علاقة بفترة 30 يوم يعني الـ 22-9 وبعدين بتنتهي فحاولوا أنه هاي النفسي الضعيفة أنه تسيطروا عليها على أساس أنه ما تفقدوا زمام الأمور وتصعدوا الأمور بعدين توصلوا لطريق مزدود وما تعرفوا تحلوها بعد 22-9 بتكون تنتبهوا لغذائكو لرحتكو لصحتكو هدولا أهم أهم الأمور في عندكو نشاط اجتماعي فترة هاي الشهر ممكن تهربوا من الضغط هذا على النشاط الاجتماعي بتتعزز الأمور هاي ممكن تجيكو فرص دعم من خلال أشخاص أو من خلال تجمعات أو علاقة عاطفية من خلال تجمع اجتماعي تنبنى من خلال علاقة جديدة المريخ بيحذر أنه مش كل إشي بيصير معك في خلال الشهر هاد من ضغط نفسي أنك تروح تحكي ممكن تحكي أنت تفش غلك لشخص غير ثقة فيكون هو عدو اللي بتآمر عليك بالخفاء فعشان هيك بدكو تكونوا منتبهين من المؤامرات اللي تحاك ضدكو في الخفاء في خلال هذا الشهر من الأشخاص اللي ممكن يتآمروا عليكو من وراء الكواليس طبعا لأنه هذول هم المنافقين نعم أنهم المنافقون نعم أما بالنسبة للعقرب النشاط الاجتماعي والتعرف على صدقات جديدة وعلاقات جديدة وأشخاص جديدة رح تدخل على حياتهم هاي الفترة هم ملايين أنه عندهم طاقة أنهم يعملوا هذا الشيء هم بيبادروا عشان يعملوا هذا الشيء فعشان هيك حاولوا تستغلوا هذا بالشكل الإيجابي مش مضيعة وقت أو بس مجرد أني أنا بدي أرفع عن نفسي وخلص حاولوا أنه تستغلوا الفرصة هاي أنه تختاروا الأصدقاء الجدود مين هم وإيش اللي أنتوا ممكن تستفيدوا من بعض هي علاقات متبادلة للمستقبل لوين بدكو توصلوا أما العلاقات الضعيفة واللي أنت من البداية ومعروف أنه العقرب مش سهل أنه ينضحك عليه وحذر جدا في عملية الانتقال لعلاقاته وصداقاته الفترة هاي حاول أنك أنت تكون أكثر دقة في هاي الأمور عشان ما تكون فريسة للمطالب النفسية نفسك هي اللي بتطلب هذا الشيء فأنت بدك تكون رادع لإلها عشان تعرف تنتقي مين اللي تكسب إيش وتوصل لإيش بالنسبة للزهرة بعزز المجال العمل وبعطيك دفعة لللي بده يدخل على عمل جديد أو بده يترقى أو يتقدم في عمله فهاي فترة ممتازة جدا لإلهم ممكن يستفيدوا لتنقلات أو تقديم طلبات أو الدخول على شركات جديدة أو على أعمال جديدة أو طرح مشاريع موجودة عندهم وأنه يلاقوا استحسان لإلها بس هنا النقطة أنه بما أنه نشاط اجتماعي وأصدقاء ومجال عمل مشاكلكم العاطفية اللي رح تزيد بالفترة هاي لأنه الحبيب رح يحس بإهمالكو أو عدم اهتمامكو فيه رح يصير يتذمر رح يصير يضغط عليكو بجانب الوتر أنه أنتو مش سائلين عننا أنتو بعاد عننا أنتو ما بتحبونا أنتو من هذا النوع هذا الخلاف المقرف اللي بظهر بالفترة هاي فأهم إشي أنه تعملوا بالانس اللي نوع من أنواع التوازن بين العلاقة العاطفية وبرضو حياتكو الخاصة والاجتماعية لأنه المريخ هنا بعطيكو مواجهة مع الأصدقاء والأحباء فهنا هاي النقطة اللي أنا حذرت عنها من ناحية عاطفية أنه لا توصلوا المرحلة إلى مرحلة المواجهة وخصوصا أنه طريقة الرد تأكو في اللحظات اللي زي هاي بكون مستفز لأبعد الحدود فسهل جدا أنه تحرقوا دمه للشخصات وبعدين يدخل بالحياة وأنتو أنا مش قاصد أنا ما عملتش حالك أنا ما عملت ولحاله عملت في حاله آه يبا يا منكو آه ذكيين العقرب أذكياء بطريقة تصرفهم واختيارهم وطريقة تعاملهم رغم أنه عواطفهم وتغلب عليهم بأوقات كثيرة ولكن أنه لما بشغل مقه ما حدا ما حدا بقدرهم حايدون بالنسبة للقوس طبعا بيدفعوا مصالحهم باتجاه العمل ودعم مركزهم الاجتماعي البرستيج والعلاقات والانفتاح والتواصل وبني علاقات أو قاعدة علاقات قوية جدا أنها تساعدهم على أنه يطلعوا من الفترة هاي لفترة إيجابية أكثر هاي الفترة منتازة جدا لهاي الأمور ممكن يجيكو دعم من خلال علاقات اجتماعية أو من خلال علاقاتكو بأشخاص هم اللي يساعدوكو بمجال العمل بتكثر عندكم السفر والاتصالات وقضاء والأمور اللي إلها علاقة بالقضايا القضائية يعني في منكو كثير رح يتنقل ويسافر وينتقل من بلد لبلد في منكو كثير رح يفكر بالهجرة أو تقديم طلبات الهجرة أو معاملات الهجرة وهاي فترة ممتازة للتقديم ولكن نصيحتي أنا بعد خمسة تسعة على أساس أنه تطلعوا من تراجعوا طارد اللي يكون الحظ معكو ولصالحكو في هاي النقطة بالذات أما بالنسبة للمريخ اللي بيحذركوا أنه ما تتهوروا وتندفعوا وما تنتبهوا لإشي ممكن يقضي سمعتكو وحياتكو فعشان هيكي امسكوا عصابكو شوي وركزوا على أنه أنتوا ما تخالفوا العادات والتقاليد والأمور والروابط اللي فيها علاقة فيكو في السمعة بمعنى آخر بالنسبة للجدي بنشطوا بالسفر والاتصالات والدراسات الأكاديمية وممكن أنه منهم أشخاص يدموا لجامعات أو تغير تخصصات أو يفكروا بعقد دورات أو يأخذوا دورات جديدة أو يتعلموا لغات جديدة أو أشياء لها علاقة بمراكز تدريس أو تعليم يدخلوا فيها ويخوضوا فيها بمجال أنه يطوروا من حالهم اللي عندهم قضية قضائية في الفترة هاي لو رفعوها هم لصالحهم وهم الكسبنين قدرتهم على الدفاع القضائي والقانوني هي بأوجها لو حدا بده يحاججكم على أنه أنت غلطانين تقدروا تدافع عن حالك وتثبت وجهة نظرك بطاقة كبيرة جدا ولكن بنصح بعد توقف تراجع عطارد عشان يعطيكوا الدعم الأكبر وفي نفس اللحظة بدهم يديروا بالهم أثناء التنقل بالسيارة لأنه عطارد تراجعه أو الإشي وجود الشمس بالعذراء البيت التاسع هدولا اتنين بعطوا نوع من أنواع التهور وفي نفس اللحظة عدم التركيز انتبهوا من الحوادث على الطرقات الخارجية والسفر بين المدن بالنسبة لبرج الدلو بتتاح الفرصة خلال الفترة هاي لأي شيء له علاقة بتعويض يعني لكم أمور بنكية معطلة ممكن تستردوها لكم أمور بوليس التأمين ممكن تأخذوها تعويض عن خسارة أو عن شيء تعطل عندكم ممكن تحصلوا بتحسموا أمور كثيرة لها علاقة بالتعويضات واحد له الدين مثلا ما قدر يحصلوا بالفترة الماضية وفي الفترة هاي بقدر يحصلوا واحد عنده مثلا قضايا ميراث أو قضايا ورثة أو شيء بده يبيعه له علاقة بالميراث بالفترة هاي بعطيه إيجابية لصالحه بالنسبة للزهرة بدعمكم في مجال الشراكة شراكة العمل وشراكة الزواج يعني أي شيء له علاقة باسم الشراكة يعني شركة عمل شركة شغل شركة سفر شركة أي شراكة ممكن في هاي الفترة تكون بأوجهة وإيجابيات تكون يعني لصالحكم ويجيكم دعم من وراها حتى لو كانت مثلا تعاقد مع شركة أجنبية ممكن هي اللي تدعمك عشان تسافر ممكن هي اللي تخليك أنت تغادر البلد هاي أو تعطيك فرصة أنك أنت تطلع المريخ شوي بقولك أنه دير بالك على ميزانيتك دير بالك على مصاريفك دير بالك أنه تتهور وضيع فلوسك بالمكان الغير مناسب حاول أنك تعمل تعديل على ميزانيتك حاول أنك أنت ترتب أوراقك على أساس أنه ما ماتوه لفلوس وين راحت أو كيف ضيعتها بالنسبة للحوت طبعا لأنه هو أكثر الأبراج اللي انضغط خلال الفترة هاي والشهر الماضي هم أكثر ناس اللي أنا بدأ أحكي لهم عن حساسيتهم والصدمات اللي أكلوها خلال فترة الشهرين اللي ماضوا صدماتهم كانت عاطفية صدماتهم كانت معا على ناس مقربين لإلهم ناس هم يثقوا فيهم فشلوهم صاروا بدهم يتخذوا قرارات ممكن القرارات هاي كانت غير مدروسة مش عارفين هم يقدموا عليها ولا يتراجعوا عنها يعني بمعنى آخر هم يدخلوا بمرحلة من الحيرة بالأمور فاتوا بالحيط هي هي اثنين عملية التنقلات اللي صارت ممكن هم يوافقوا على تنقل معين من مكان لمكان أو من دوام لدوام أو من مدينة لمدينة ولكن انه بعد ما وافق عليها ندم انه ليش عملتها لانه كان فترة اتخاذ القرارات الخاطئة احنا منسميها او المتسرعة الفترة هاي ممكن يعززوا شراكتهم العاطفية والمالية يعودوا شوي من بعض المشاكل العاطفية يبدأوا بعلاقة جديدة يعملوا مصالحة ما بينهم بين الاطراف اللي صارت مشاكل ما بينهم شركاء يعني احنا بنحكي ازواج مش شركاء اثنين بيحبوا بعض يعني اثنين متزوجين بعض هون هدولة شركاء فعشان هيك هدولة هم من ناس اللي صارت مشاكل ما بينهم ممكن انهم يصلحوا النقاط هاي يستغلوا الايام الاكثر ايجابية ويبادروا في حل الخلافات بوصلوا لحلها دلالة دلالة على هيك انو شو اللي صار مع الحوت انو كثير من مولد برج الحوت بنسبة اكثر من خمسة وتسعين في المية لا انا ما بدي حكي كلهم لانو خمسة في المية هدولة ممكن يطلعوا لي هسا بطالع مختلف تماما يقول لي لا ما صارت اش معنا بس بالاغلب الحوت اجمالا بدأوا يشعروا انو في بدانة بالوزن صار وزنهم يرتفع اه هي صارت اللي هي نوع من انواع اللي بسموها الكبت النفسي اه حفز نوعية من هرمون معين دفعهم انو الاكل مش الاكل لو بشرب ما يبرتفع وزنه اه يعني ايوة ينصح من الهواء طي بدهم يديروا بالهم عن النقطة هاي يحاولوا انهم يمارسوا رياضة تخفيف الوزن او ماشي او الحركة على اساسه يخففوا من جهد التفكير اللي موجود عندهم يحاولوا انو يمتنعوا عن الاشياء اللي النوعية الناس اللي بتتفشش بالاكل عشان تشرب تهرب من الضغط النفسي يحاولوا انهم يمسقوا حالهم بالفترة هاي اه المريخ بيحذرهم انو طبيعة الحوت مسالم طبيعته نوعه حذر جدا بطريقة التعامل اه بيحاول انو ما يجرح بطريقة مباشرة يعني ما يجرح بطريقة مباشرة اه يعني يعني على اساس انو دائما هو بحب انو يكون بصورة مسالمة حبابيا واثمين هون ما بحب يدخل اساسا بشكل مباشر على المشاكل اه فمن طبيعته بتعرف انو هو بتيجي المشاكل بطريقة ملتوية فعشان هدولا الشهر هاد بدهم يديروا بالهم من المريخ انو شوي رح يخلي ردات فعلهم واضحة فممكن هي نقطة ايجابية انو ناس رح تفرض اه سلطتها او رأيها اه تدافع عن مصالحها بشكل كبير وتفرض رأيها بشكل واضح اه ولكن ممكن اه عملية التهور في عملية الكلام ينطلق الزيادة عن اللزوم لدرجة انو يخبص الدنيا كلها بعدين ما يعرف يرجع فبديو يعد للخمس تلاف قبل ما يتصرف بالشغلات اه لانو هاي بتتركز اساسا مع الاشخاص مع الشركاء تحديدا يعني شركاء العاطفي شركاء العمل وهم شركاء العاطفي يعني مع حباك وازواجك وزوجاتك وديروا بالك ومع اولادك وديروا بالك وهيك منكون انهينا توقعاتنا لجميع الابراج لشهر تسعة سبتمبر لا الله يخليكي بالعكس لكن في النهاية طبعا احنا على ايام باذن الله مفترجة اه باذن الله ايام ايجابية اه بنقولكو كل عام وانتم بخير لتقبل الله طاعات من الجميع عيد مبارك علينا وعليكم وعلى جميع الامة الاسلامية اه طبعا انا راح اوخد اجازة اه اجازتي راح تبدأ من يوم الخميس اجازة حتى عن الصفحة عن البيج عن التوقعات الاجازة هاي راح تكون مدتها عشر ايام تسألونيش ليش راح اختفي اختفاء كامل ولكن بعد العشر ايام لما تشوفوا وجهي تحديدا راح تعرفوا اني انا كنت اعاني معاناة عيد بمعنى معاناة عيد فعيدي غير عن عيدكو بتمنى انه عيدكو يكون افضل من عيد بكتير اه كل عام وانتم بخير وانتم بخير يا ربي ان شاء الله ماكو اي معاناة يا ستي على تسهيل المولى يعني الله يا ربي ان شاء الله امين يا ربي وترجع عنا بالسلامة يا ربي بعد العيد ان شاء الله باذن الله تعالى واكيد اتمنى لك دائما التوفيق الصعيف شكرا لك الا عفو شكرا لكم جميعا مستمعين الكرام شكرا طبعا مستمعين وصلنا الى نهاية المشوار لهذا اليوم اكيد اقولكم انتظرونا غدا من الساعة 8 حتى الساعة 11 بيكا بوتشينو كنت معكم من خلف المايك سارا ومن الكونتران محمد الشيشاني باي باي زينا بتفاجئني على الهوائد شكرا لكم جميعا اه اعطيك الفحر في هذا يعني اكيد اه اولي